انا مش عميل حد انا شاعد شيء من ضمير الشعب وفنان صحيح شاعر واحنا برضو تعارفاتنا للشعر خد شعر العمية وشعر الفصحة ما خطرش على بالنا الشعر الشعبي ده بصورة جيدة يمكن الا معه بداية ايضا جمعة للسيرة الهلانية والكلام عنه وعن عم جابر وعن شامل اشاوج الجنو وفوز جاد والناس دي ظلينا في بيت الشيخ الابنودي ثلاث اربع تيام فاطنا جنديل تطبخ والولاد تنزل واحنا ناكل ونشبع ونجم نشتغل على الريكوردر اللي جابهونا عم عبد الحليم حافز من اليمن ومعاه اخواته قال لي دانا الصاري اخوي وده ايه يعني عرفنا خلصت دول قلت له طيب يعني انا كنت فاهم انه ممكن اخد اطراف وروحت سيد قالوا لي في واحد اسمه شوج الجنو وفي عزبة البوسة ورا مسجد سيدي عبد الرحيم عند الفواخير بتاعة الجلل والا كده خدت بعضه وروحت دورت عليه لقيت واحد قالية الاطة يعني ايه ممكن تقول مش عاوس ما هدي بقى كل اللي كتابوه عن طرق جمع السيرة وانك لازم تبعى سيد وتشرب شاي معا ومش عكايد تشرب شاي معا مش هكاية تنزل للجماهير انا دايما نكره الناس رجولوا ننزل للجماهير وتطلع للجماهير نحاية ظلوا هما أسات زيتنا دائما يعني فروح اتدورت على شوج الجناه والجيتو وجعدت أسمعه والجيتو بقى طعم مختلف هتحمل ألاطه وما تحملش ألاطه خدتوا باعايا بيت الشيخ الأبنودي هو وإخواته بدأت أسجله لقيتو حاجة فريدة ويقول حاجات بسيطة مثلا يقول لك شبابي يا شبابي شبابي يا شبابي شبابي يا شبابي مضيعتك شبابي يا شبابي بس للغنو فغنوة مؤلمة شبابي يا شبابي بيتحصر عليه شبابي يا شبابي مضيعتك ضع هو توفى من سنتين ثلاثة وكان هنا في مكان قريب مننا هنا انه اجي القاهرة بعد كده لان انا جبته هو اخواته القاهرة المهم يعني ده مش وقته وسجلت لهم وانا قررت ان القاهرة لازم تسمع الحاجات دي يعني من ساعة شوجي قررت ان القاهرة لازم تسمع المهم انزلت ابنوت قلت بالمرة انا قلت لعب الحليم ان انا اجمع السيرة الهلالية لكن برضو في نفس الوقت عزيزي اجمع الغنى الشعبي بتاع الحريم والرجال والولاد والاطفال فروحت انزلت ابنوت طبعا انا احنا اطلعنا من الاعتقال في منتصف ابريل وانا رحت طبعا نزلت دخلنا في مايو يعني طبعا الكلام ده اللي بقولوا لكله فبدأت اجمع اغاني الشواديف والسواج الجرايبي ودخلنا في عشرين مايو ولا حاجة ولا اتنين وعشرين مايو وانا بسجل في مكان بعيد فجأة لقيت ابنوت كلها جاية ترمح مفزوعة زي حكاية الفيضال اللي قلتلك على ايه ده كله بيرمح كلم يا استاذ عبرمان كلم ايه عبدالحليم حافظ على التلفون يا ابني بس جطعت شهوتنا بنسجل كلام جميل ابنوت فيها تلفون يعني لازم تروح الوحدة المجمعة تمشي ماشيت رحت لغاية هناك لاجيتم لسه على التلفون استاذ احمد سعيد كان مدير صوت العرب والمشهور طبعا ببيانات الحرب دي الى ان جاءت الانتكاسة استاذ وجد الحكيم كان مزيح اهم في صوت العرب وعبدالحليم حافظ استاذ احمد سعيد اتكلمني اخد بعضك عبدالحمن وتعالي احنا هنخش الحرب مقددش اتكلم معاه اتكلمني وجدي قال لي عبدالحليم اتكلمني عبدالحليم عبدالحليم كان فاهمني وعارفني وعارف ان دول ما يجيبونيش هي عبدالحمن قاعد عندك تعمل ايه قال لي انا مسئلتي قال لي البلد حتدخل الحرب قال لي السدان البلد امرها ما يدخل الحرب دي مش شكل بلد حتدخل الحرب قال لي عبدالحمن بطل بقى تعالى بقى وراح خطب منه استماع حمد سعيد قال لي وانت جاي اكتب الاغاني بتاع الحرب ما ستحب حار وضع طبيعي جدا ان احنا لما قررنا ان لابد من حجد كل القوة ودخلنا في صراع مع اجهزة السلطة المختلفة وعبدالحليم حافظ يعني خلاص يعني لابد من ان احنا نواجه الظروف اللي موجودة بكل القدرات اللي موجودة في مصر فلان راضي عنها فلان مش راضي عنها ده مش اختصاصنا فوضع طبيعي ان احنا قعدنا ندور على عبدالرحمن اكتشفنا انه مش موجود هنا طب ده هنجيبه منين اهلهم البلد الله يرحمه مجد العملوسي كان معاه نمر قعد يدور 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 طلبنا نهاريها على ما اسكر تلات نمر لغاية وقعنا في نمرت اظن الوحدة المجمعة بتاعتهم الوحدة الصحية وبدأ الاتصال طبعا العملية عبدالحليم شد التليفون ويقول لهم عايز عبدالرحمن فطبعا الوحدة الصحية مش هنا خالص عملت قول عبدالرحمن مين ودخلنا في متاهة فانا مسكت التليفون قلت له ما هو انت عندكم كم عبدالرحمن هو عبدالرحمن واحد اللي عليه طلب هتقولنا عبدالرحمن الابنو دي يبدو اللي سمع شخط مني بشخط فيه فبصينا لقينا بقى الابنو دي جاي بيقولوا انت عملتوا ايه في البلد البلد كلها هاجت وقعدت تدور علي تدور علي تدور علي الغات ما جابوني من دماغي انزل على البلد جري انزل على القاهرة جري جلنا طبعا وهو في حالة في الاول كان متصور ان يعني في اعتقال تاني بقى لقى لقى في شغل شغل بلده بلده عايزان بلده طوبا ووضع طبيعي انه كان لازم يقعد ويبدع ويعمل العمل دا كله بصراحة يعني لو دخلنا في تفاصيلها نبص نلاقي نفسنا دخلنا في حدوتة انا ارجو انكم يعني تسمعوها بتفاصيلها بقى يعني ازاي دخلنا مع عزيل الدخلية وازاي دخلنا مع فلان وحسن طلعت بتاع المباحث العامة ازاي كل ده عشان نوصل الى ان عبدالرحمن الابنين دي لازم يكون موجود ليه احنا زي ما قال الرئيس جمال عبدالناصر في يوم الايام ليا سنة ستة وخمسين صوت العرب دا جيش انا بحرم بالجيش كل اربع سنين كل سبع سنين كل عشر سنين انما انا بحرم بصوت العرب كل يوم فلازم يكون مسلح انا بقى وجهة نظري اسلحتي هي عبارة عبدالرحمن الابنودي صلاح جهين احمد شفيق كامل كمال الطويل محمد الموجي بليخ حمدي علي اسماعيل هذا الحشد من الكوكبة الشابة اللي كانت دائما ورقنا في كل معركة خاضتها مصر جفلت الركوردر ونهيت القطعت الرحلة وخدت الركوردري وخلاجاتي شمتتي وركبت الجدر وانا راكب الجدر جتبت الاغنيات بتاعت عبد الحليم حافظ اضرب لجل الصغار اضرب لجل الكبار اضرب لجل الربيع لجل الرضيع لجل الجميع لجل السلام والابتسام لجل الحياة ولجل صناع الحياة ولجل عشاء الحياة اضرب هذه اللي اغنية اللي حانة الموجي اغنية انا باعتبرها من اجمل اغال اللي عملتها وطبعا حظها الناس ما عرفتهاش كويزا نزلت زي ما انا قلتلك لجيت كمال الطويل واجف مع السيد ثم صلاح اللي بتبيع الفجل والجرجي واللمون قصاد بيتنا واللي بتشتغل جهاز مباحث على المباحث كمال الطويل وجه يا سيد انا صاحبه والله يقوليه اللي هو فين يقوليه انا معرفش حبيبي ده مسافر انا معرفش انا معل اطلع انت فوقش انا مجدرش اطلع السلم بتاعه انت عارف يقوليه انا صاحبه مش انا اللي حبسته انا صاحبه حبسته انا معرف لا اعرف حاجة حال حاجة هجلت له اديني جيت في وقت ما التكسي بيجب يقولت له يا سيد اديني جيت خلاص صدت في صاحب شوف كمان جل ما اطلعش بيتك نزل حاجة حاجة يطلع له ده ويلا معي رحت مع كمال الطويل في بيته كان عنده عربية بيضة طويلة كانت الدنيا فاضية تقدر تركب عربية كايز ما احنا كانش عندنا عربيات ولا نعرف العربيات خدنا على بيته في الزمالك جعدنا انا وهو على البيان جلاح هتولي هتولي كاتبه احلف بسماء وبطربها احلف بضربها وابوابها احلف بالامح وبالمزنع احلف بالمدنة وبالمدفع بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما نعايش في قدن مفيش كمال ده طول عمره وسواس احس الا في فترة الناكس يعني كمال اول ما اعمل جملة تقوله جميلة ويبتدي يعمل غيرها كمال الطويل فعمل احلف بسحلين بسماء او بطوة كمال عنده النيرف ده احلف بسماء وبطربها احلف بطربها وابوابها احلف بسماء وبطربها احلف بطربها وابوابها احلف بالامح وبالمصلع احلف بالمدنة وبالمدفع احلف بالامح وبالمصلع احلف بالمدنة وبالمدفع احلف بالمدنة وبالمدفع بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية كل ملام حيش فوق الدنيا أحليم بالسلام والبقى أحليم بالهرورة والوق tram أحليم بالسلام والو Saturn أحليم بالعرورة والوق lam أحليم بالعب والمعال احليم بالمنى وبالمنى احليم بالانح وبالمنى احليم بالنمنى وبالمنى اولادي بالأيام الجيئة ماتخب الشمس العربية طول ما نعايش فور الدنيا احليم بسماة وبالغطة احليم بالفرورة ورد مرهات احليم بالسماة وبالغطة أعليك بالرومة وأو أرهاب أعليك بالأمحة وبالمصدر أعليك بالمهنة وبالمصدر أعليك بالأمحة وبالمصدر أعليك بالمهنة وبالمصدر أولادي بأي عاري جيها أطريب الشمس العربية طول منايش بغطني بتابع سيدي خلصنا سين التاني تقولوا يا بركان الغضب يا موحد العرب فور على الرمال فور على السهول أنزل عليهم الجبال من الخنادق بالغضب ومن البنادق بالغضب أغلي وفور ورينه كيف الموت يدور يا بركان الغضب دي أيضا من تحف جمال الطويل يا بركان الغضب يا موحد خلصنا يا سيدي آه عبد الحليم جاي الساعة ستة مساء خلصنا تقولوا ابنك يقولك يا بطل هتلي نهاري ابنك يقولك يا بطل هتلي انتصاري دي الأغنية اللي زابت فيها يمكن دي الأغنية اللي خدت وقت أكثر من أي وقت إنه كل ما تطلع حلوة يعملها حلوة أكثر ويستعمار بترول ما فيش بتاع ما فيش ورايت العرب سبتة في قلب الريح مشحونة بالغضب وفي الجنود تصيح اسقوني من دماغهم للسماء السماهم ولا الهواء هواهم امليولوا سدري بنسمة انتصار حاجات زي كده وبتدمح أنا خطارنا بالدمح يعني عملنا كل الغنى اللي يخطر على بالك مساء نجيع بالحليم الساعة ستة كان هيا كمان ورينها كمان كمان قال أحلب بسماها وبتربها أحلب الجميل يلا نسجل قال له لا هو ده اللي حنا عادين من الصبح هو عارف كمان إن بيقعد أسبوع في الشطرة قال له طب اسمع دي بس ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا فعبد الحليم زهل قال له لا ده حاجة جميلة أول مرة ابنك يقول لك قال له لا يا بركان الغطب يا موحد العرب فور على السهول فور ايه أخوانا انتو عاملين ايه قرأت العرب استعمر بترول ما فيش يعني كان فيه كمن جاتي في فرقة أحمد فاتحسن فرقة الماسية كان هو اللي بيكتب النوات يعني لهم كلهم للموجي وكمال الطويل ما عادة بليغ لان بليغ كان يكتب الراجل بنفسه جي الراجل ده يومين 48 سا يجي يغير كان هو ساعات يعني يدخل فتاة قال له عبد الحليم ما تلمسش يقول له بس دي مكسور يقول له خليها مكسور عبد الحليم مزكاته عارف انها مش مكسورة بس هو خايف يعني من فزلكة تفقد السخونة اللي ده أغانة حربة مش الأغانة العادية لك تاني يوم ولا تالت يوم كنا في الإزاعة كنا في الإزاعة واحد يوني زي الطابونة العيش يطلع سخنة يروح على الأكل يكلوه تطلع الغنوة تترمي في الراديو تطلع الغنوة تترمي في الراديو الشارع واحمد سعيد عمال يقول كده وصلنا لخمسة يوني احنا شحنا الناس انا عبد الحليم حافظه كمال الطويل والموجي صلاح جهين لأول مرة كده ايه عمل حاجة اسمها انذار انذار يا استعمار من كل حبة غيط من كل ما عارف ايه كده انذار وبعن فالأغاني تمالت يعني بقت أبنودية الشارع بقى أبنودي وعبد الحليم من خلص من هنا حتى حال اسماعيل عمل لي غنوة برضو لعب الحليم اسمها بالدم حنا خطارن وعمل لي غنوة لفايدة كامل كان عن القدس في قلب الهيسة دي وأنا خلاص اتناسها الأبنودي اتناسها بقيت يعني أنا والدنيا دي خلاص يعني موضوعي يعني طول عمري حاوز بلدنا تحارب الصماء حاوزها تحارب اسرائيل اسرائيل والأغاني تشتغلوا الحاجات من ده مالنا أنا ومجد الحمروسي رحمة الله عليه ووجد الحكيم بنعدي قدام قوضة صغيرة الاستوديو الصغيرة بيزيح منه احمد سعيد لجيت لك احمد سعيد احمد وشه أصفر وعنيه هده اما لو اجد اتكلم ولا انا بقول له ايه احمد انتم مش هيخلونا نقول مصرد هزم حكومة دي مش هتخلينا نقول مصرد راجل سقد القدرة على النطق اللي كان من شوية بيهلل وقول عرب وعملنا وتا بك بك يعني معرفناش احنا يعني نزعل على اللي عبد ناصر ومعرفن الام بلغ لانه ممكن يجرالو حاجة في اللي هنتهزمنا عبد الحليم اللي هنتهزمنا يعني مصر ماتت رايحين بنفس الدافع اللي طلعنا رايحين يمنعه جمال عبدالناصر من الاستقال عبدالحليم دفخ يعني ما تقدرش تقعد في بيتك وانت عارف انه قاعد علشان نعمل غنوة لازم نقول ان مصر اتهزمت لكن بنرفض الهزين يا هلتر الليل الحزين ابو النجوم الدبلنين يقدر ينسيها الصباح ابو شمس بتروش الحنين ابدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار لما يعدي في الظروب ويغني قدام كل اللي قدر بلاد النيل احلى بلاد 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 النيل وحبيتنا اصوتنا اشعارنا وستاتنا امتنا زوجتنا اولادنا وبناتنا ضحكتنا انتنا في الجرح والدوى في الهجر والهوى في الجرح والدوى في الهجر والهوى لوحدنا سوا لوحدنا سوا ويا حبيبتي اشكرك على كل كلمة قلتها وكل صفحة كتبتها وكل لقمة كتبتها وكل ليلة سرتها وكل صاحبة صاحبتها وكل ضحكت حكتها وكل دمعة دمعتها لجل ولكل عيونك الذفين يا بس موسيقى 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 موسيقى